الساحب بكار بقناة تونسنا اللي اتطرق تدوينة الحكم الدولي المساعد يامن الملوشي اللي يتهجم فيها على عضو الكاف والفيفا طارق بوشا ماوي ولكن سرعان ما التدوينة هذية تنحقت أحمد معانش ما جوجده فأفني ولا تفصغت أكد الحكم الدولي المساعد يامن الملوشي أنه تم قرصنة حسابه الخاص على الفيسبوك وهو خطيه ومكتب حتى شيء فأفني ولا ديجال لجنة الوطنية للتحكيم أفتد ذلك لكن الحكم السابق والcorنيكر بنفس البرنامج السيد مكرم اللاجي مجاب له تأكيد أنه الحساب الخاص نتاع يامن الملوشي الحكم الدولي المساعد بالفيسبوك لم يتم قرصنته معانتها خاصة أنه رد على مكرم اللاجي مجبantry المكرم اللاجي مسبق وانه قال يامن الملوشي مرة معانتها سقط في الاختبار الاختبار البن هنا رد عليه يامن الملوشي بعد مقاله تقرصن الحساب انتيعه. هاي. قال ما انت عندي مسيرة طويلة في التحكيم وعمري مسقط في الاختبار البدني. فامني ولا. مكرم اللا جيم رد على يام الملول شي بحده. وخرج على الموضوع. وبلهجة خلي نقول حادة فيها نقد فيها شتم فيها برشة كلام معناتها خارج على الموضوع بكل صراحة. متعدي شفت لفس. فلا سكيب باري. فامش كون اتصل بالهيكا وشكالها. الهيكا شا عملت? ها كلمة بعثت اشعار لمقادم البرنامج اه ساحبي بكار. وقع استجوابه فامني ولا ومشى المقر الهيكا مصحوب بالتشجيل متاع اللي صار فيه مثل اه. صار فيه المشكل. دونك اه التشجيل فيه قال انا وتفرضوا التشجيل وانفاء ساحبي بكار انفاء الثلب وانفاء التجريح. وقال مقدم الحساب ساحبي بكار اللي هو ملتزمين بالخط التحريري. وزادة كيف يحترموا اخليقيات المهنة. اه. لكن هنا نتسألوا هل سيتم تخطيئة ولا تغريم البرنامج من جديد. حتى تعرفوا احنا البرنامج سبق انه كان اه تونسنا سبور ولا الاثنين الرياضي. ها كونك يتبدل اسم برنامج. فهمني ولا يزم كتبادل معاه الكورونيكيرات والمقدمين ولا كان الاسم ذاك اللي تم تخطيئته. حاجة اخرى. ثم الكورونيكير مختار ليلة ما عادش موجود. مختار. ما عادش موجود؟ تماما من كم يقوله. مختار يقوله فد من دوسي شابة. ما عادش يحبي يحكي في الشابة. وفهمة تقول انوا عدارة القناة قناة تونسنا نحته بعد ما صارت عديد من التشكيات في مختار تليلي. وفهمة تقول انوا مستشار بالجامعة. عارفوا وديع الجري. قالوا اخو ازي من القناة هذية واخرج منها. وحاجة اخرى بين القناوات لقاعدة سايرة. ما خليهم فيرسيوتات هذوما. ثم ديربي قاعد ساير يتلعب بين القناة التاسعة وقناة تونسنا. فمن يقول ديربي يا اخيه مش نعمر لس ولا دول ايكس. مانيش عارف احمد ايه. والا. خالنا حكيه على الكاميروني جابرييل كاك وين وصلت حكايته ما بين الافريقي والنادي البنزارتي والموجود. اللي صار مع جابرييل كاك هذية حاجة غريبة برشة احمد بكل صراحة. كيفية? احنا حكينا انه فسخ عقده من السيابي على خاطرنا السيابي من جمش تدفع له سبعين مليون المليئة بهذه. وكانت تذكره فسخ العقد متاعه من جهة برك معناتها. من جهته. وصاح ثلاثة سنين قلنا مع النادي الافريقي كانت تذكره بثلاثمائة الف دينار عقد معناتها كل عام. النادي الافريقي ممنوع من الانتدابات. بس صار مش هسالفه للاهلي اهلي ترابلس. مبه? اهدل هين سوا. ما انه مصاح مع الافريقي يزموا ورقة تحولوا من اهلي الى اهلي ترابلس. تخرج من الافريقي لكن نعرفه ما انه ممنوع من الانتدابات. ما فهم ماش ما نجموش يعطيوها. اهلي ترابلس عملت مراسلة ما اهم شي. ما انه مقال لي ترابلس. معانيت تعرفوا العب في السيابة رسلة السيابة. السيابة قتلو له من سيبلك للمليعبي. ما انهم صاح مع النادي الافريقي. رسلة السيابة السيابة قتلو له من سلم في المليعبي كان ما تعطيني فلوس. فهمتني ولا? كان ما تعطيني فلوس. المديري الأعمال وكالين الأعمال هما المنجير متاع جوالتها دخلنا في حي المليعبي ما عرفش منين يخل كارت جونه متاعه لمس يا بيه أهلي ترابلس أظنر ما عرفتش منين تاخذها يا ودي تعرفش كوني قاعد المليعبي في الأرجو وأهلي ترابلس قاعد في الأرجو فهمني ولا وقالت لهم س يا بيه تحب تاخذ دورك متاعه يا أخي يعطيني مكابل ميدي مثل ما حد شيء دوسي معقد على طاولة الجامعة والله بالرسمة أشكون مش يدفع الفاتور كما قلنا المليعبي وصدكيف كيف أهلي ترابلس وتعرفوا ثم قانون في الفيفا يقول أنه معناته ميلزمش المليعبي يقعد معناته مليعبي محترف يقعد بطل يزمو يلعب أشكون باش يعطيه الترخيص أخوي الفريقي ولا النادي البنزرتي المليعبي يقعد محلح تحسوا واحد في دارة تونسية تحسوا مع رشة ثم ورقة ناقصة بشارجة غدوة المدير ما جاء شارجة ثم حاجات تونسية بحتة لا وتحول على جماعية يشبك ثبت ممنوع من المنتظرات أم لا نحكيوا على مليعبية تونسية الموجودين في البطولة المصرية وشها تحسوا نحن Jake ومعنا بطولة تونسية على البطولة المصرية أحنا البطولة تونسية ثم أكثر من 20 ملابه جزيري وليبي موجودين في البطولة التونسية اليوم نلقوا عنا 16 ملابه تونسي موجودين في البطولة المصرية وهذا يعتبر رقم قياسي بالنسبة للتوينسة الموجودية في نيجيريين ولعبية من نيجيريا وملابية من أوغندا ثم كان 7 ملابية وثم أربعة ملابية مغاربة أكاهاو وثم من مغرب معنات المغرب الشقيق وملكة ديفور ثم 6 ملابية مش نحكوا على ملابية تونسة أخر المول تحقين تونسة بالبطولة المصرية نحكوا على محمد المثناني لاعب النجم الرياضي السياحلي اللي مشاء النادي البنك الأهلي اللي طلع سنة هذا يديرك للبنكة يخلص غادي ما يخلص نحكيه كيف كيف على مروين الصحراوي اليوم اللي لاعب لإسماعيلي اللي كان معناتها عنتها من بعض الجوارات اللي حب ياخذهم النادي الرياضي أسفاقسي وزيد اللاعب سيفة قازة كيف كيف منه للبنكة نادي البنك الأهلي النجم الرياضي السياحلي مش يلعب الكاف مش يلعب ضد المقاولون العرب مش يلعب فيه ثلاثة ملاعبية تونسة تخير ثلاثة ملاعبية تونسة في مصر في البطولة المصرية في المقاولين العرب اليوم هيثم الجويني ووسيم النغموشي وسيف الدين الجزيري علما أن البطولة المصرية سجلت في المركات وهذه فمني ولا دي كونترا تجيل كونترا تويته جدد متاع ملاعبية جدد حاول مئة وعشرين لعب جديد القيمة التسويقية متاحهم الموجودة معنات الجملية هي ميتين مليون جنيه أو كساعمل الصرف واحد كمخوري معنات تاول المصار وقاعدين ينفيستيوا في الكورة خانقوله اليوم معنات تعرف أحمد من مئة وعشرين معنات عقود هذوما موجودين جدد فم ثمانين عقد منهم حمزة المثلوثي تحول حر فمن هذوما المئة وعشرين نحاولوا من فريق الفريق زادة كيف كيف لكن فيهم ثمانين تحول حر معنات ترانسفير ليبر معنات ما فماش معد بريسك نفس المشاكل قاعدين نعيشوا فيها في البطولة التونسية والبطولة المصرية أغلى اللاعب بين الناحية التسويقية هو اللاعب بيراميدس رمضان صبحي تعرف قديه ثلاثة مليون يورو في المرتبة الثانية نلقاو الفرجاني ساسي 2.5 مليون يورو في المرتبة الثالثة نلقاو اللاعب المغربي أشرف بنشرقي 2 مليون يورو ومن ننساوش الملاعبية اللي موجودين الزوز اللاعبين السابقين ندريدس فيقسي نحكيو على جينيو راجايي 1.5 مليون يورو وعلي معلول زادة 1.5 مليون يورو والسلام عليكم شكرا لك سوفيان ساسي على أخبار هذه الكولك العدرة اللي عجبني في أخبار سوفيان رياضية أنه يجيب لك أخبار ما تخطرش على بينك معلت الأخبار اللي ما تشوفهم مش معتها في وسط النهار في الجريدة ولا في وسائل الإعلام ديما تنفرد بالأخبار هذه شكرا لك سوفيان ساسي ارتفاع في أسعار عديد المندوجات الأساسية نحكيو على ارتفاع ارتفاع وقال لمخالفات اليوم أشوفنا الفيرينة بثمانمائة وخمسين فرنك وسميت بريسك بسبعمائة وتسعين فرنك أحمد بشوفوا الجحكي أكتر تفاصيل بشتعرفهم مع ربزي كمون شوية آخر ومعانا اتصال زادة كيف كيف بشكونوا معانا في المباشرة اشتركوا في القناة